معانا مين؟ معانا الحجة فاتن تفضلي السلام عليكم عليكم السلام عليكم أكل سلام وحضراتكم طيبين وحضراتكم طيبة وصحة وسلام يا فندي أنا كنت بسأل على صلاة التسبيح طيب يا فندي أعرف أن هي أربع رقعات كل رقعة 75 تسبيح بالضبط بس موضع التسبيحات في الرقعة وهل يجوز أن أنا أصل لها وأوهي بسوابها لأمي والأبوية؟ طيب صلاة التسبيح هي صلاة ورد أحاديث فيها من اللي صححه حديث صلاة التسبيح الإمام العز من عبدالسلام وصلاة التسبيح من الصلوات اللي إحنا بتسن مرة في العم ومن الصلوات اللي ممكن نكررها ومن فوائد صلاة التسبيح إن هي بتجلب الخير وتوسع الرزق وتشرح الصدور وتهدي البال وهي صلاة في الحقيقة تجعل الإنسان يحس بوصل بينه وبين الله ويشعر بأنه في الحقيقة قد دخل إلى عالم واسع من عالم المحبة والإقبال على الله سبحانه وتعالى وصلاة التسبيح دي من الأشياء التي يمكن أن نفعلها كان من عادة أهل الله والصالحين أنهم يصلوا صلاة التسبيح هذه في ليلة القدر وفي ليلة النصف من شعبان فكانوا بيصلوا صلاة التسبيح في كل الأوقات المباركة لأنها من الصلوات التي تجعل هناك صلة بين العبد ورب فهي صلاة مشروعة ومستحبة فمن صلى الله حصل على ثوابها وبرك الله له في نوره وبركته نعم